طبعا أي عقد أو أي اتفاق يكون بين حزبين أو بين الشخصين أو بين الشركتين أو مين ما يكون يجب تفسيخها وفق قانون العراقي وقانون الدولية العامة يجب باتفاق الطرفين المتعاقدين هاي واحد وثانيا كاك الدكتور ريبين طبعا ما لست أسمع صوته لكن جنابك تفاضلت به يقول بأنه هناك قال الحزب الأعظم والأكبر أخي دكتور ريبين الأكراد نالوا جميع الأحزاب الكردية كهم خمسة نالوا على خمسة وستين مقعدا وأنتم عدكم واحد وثلاثين مقعدا رغم ملاحظاتنا على مقعدكم فأنتم ليس أقل من نصف كذلك فكيف أنتم تريدون كل شيء في بغداد في أقليب كولستان أول جلسة البرلمان حصلوا على نائب رئيس مجلسة البرلمان وثاني جلسة قبل فترة شاركوا فيها حزب الديمقراطي الكردستاني حصلوا على أمين عام في البرلمان العراقي بدرجة وزير ويريدون رئيس الجمهورية وإيش ما يجي كلها يريدون لزين لا تحسبون حساب اتحاد الوطني كردستاني وعندنا حزاب أخرى كذلك نالوا على مقاعد فهذه الخطوات من قبل حزب الديمقراطي الكردستاني أنا أشرت إليها لم يفيدهم ولا يفيد الشعب الكردي بحرف واحد أنا لا أريد أجرح أحد ولا أريد أتكلم على أو أكثر بحكومة أقليم كردستان وأتكلم عليها بشكل لا سماح الله بشكل غير طبيعي لكن هذا واقعنا دكتور ريبين يعرف أحسن مني نعم هناك حكومة باسم حكومة أقليم كردستان لازم إذا تجي على واقع حكومة أقليم كردستان لا يزال إدارتين ذات نفوذين جغرافيتين يعني أنت من أربيل إذا تطلع على سليماني وحلبشة عبالك تطلع من دولة إلى دولة آخر كاكريبين يعرف أحسن مني